أعقد وزير الداخلية محمود توفيق اجتماعاً مع عدد من مساعد الوزير والقيادات الأمنية وأكد وزير الداخلية على ضرورة مراعاة البعد الإنثاني لدى التعامل مع المواطنين مشدداً على أهمية الوجود الأمني الميداني الفعال والمظهر الانضباطي للقوات أعقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً مع عدد من مساعده والقيادات الأمنية وتم التواصل مع مدير الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقع على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه لحماة أمن وسلامة المواطنين في بداية الاجتماع قدم وزير الداخلية تهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة بمختلف القطاعات الأمنية في المهام المكلة إليهم الأمر الذي حقق نجاحات وإنجازات متميزة ساهمت في إدراق المنظومة الأمنية لمستهدفاتها رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية وتابع وزير الداخلية خطة تأمين المواطنين أثناء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك وتزامنه مع عيد القيامة المجيد واحتفالات المصريين بأعياد شم النسيم وذلك على كافة المستويات والأصعدة وأطر التنصيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومواصلة تكثيف الجهود لمواجهة أي مظاهر للخروج على القانون بما يرسق معطيات الأمن ودعائم الأمان ويبرز الوجه الحضاري للبلاد وأكد وزير الداخلية على ضرورة مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة مشددا على أهمية التواجد الأمني الميداني الفعال والمظهر الانضباطي للقوات مع الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين كما وجه الوزير بضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة ودور العبادة وأماكن تجمعات المواطنين بالمتنزهات والحضائق العامة والمسطح المائي والمتابعة والرصد المبكر لأي محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذي تنعم به البلاد وأربى وزير الداخلية عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ محاور الخطط الأمنية والمهام الموكلة إليهم لحماية أمن المواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار وفرض النظام وتطبيق القانون حفاظا على ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعبة